اشتركوا في القناة ادرار اما سوف يبقى يهم كل من الجنوب الشرقي مرتفعة الوقار وتسلي وحتى اقصى الجنوب الجزائري خلال الظاهرة باذن الله نستمر او تستمر ان شاء الله الوضعية الجوية يعني عدم استقرار في الوضعية وتكون مصحبة باذن الله بنوعا ما اجواء غائمة مصحبة برعود منعزلات هم الولايات الشمالية الغربية ايضا الوسطى والتي تمتد حتى للمناطق والولايات الشرقية للوطن كما على تبساس طيف ميلا برج بورج بوري ريج ايضا المدية بعض الولايات الداخلية وحتى مدن الهداب العليا نصر وضعيا الجوية نرتقبها على كل منطقات الصهراء شمال صحراء يعني رعود منعزلة تقدر تمدنا بعض القطارات من الامطار في بعض الاحيان سماء تبقى دائما مولى بذب بصحب كتفة ان شاء الله وسوف لا تهم كل من الجنوب الغربي باتجاه منطقات اضرار ايضا صحراء تزروف تمتد حتى لوسط الصحراء وايضا على منطقات الواحد لكن عموما تقص جميل ومستقر على كل الجنوب الشرقية مرتفعات الهجار وتسلي واقصى الجنوب الجزائري وزوابع رملية موسمية تنشط في بعض الاحيان تحت وقع الرعود ما بين منطقات الواحد وايضا شمال صحراء وحتى على صحراء الوسطى درجات الحرارة الدنيا خلال صباح حتى الغد ان شاء الله مع الفجر عندما بين 11 حتى 12 درجة على كل مدن الهداب العليا 12 درجة تماما ايضا نلقاها على المناطق الداخلية 16 جزائر عاصمة ودواحيها 14 درجة في وهران 15 من جهة تعنى بعدنا 17 درجة على كل من بشار ايضا نزل فناب ريان متليلي وحتى بونورا 20 درجة على منطقات الواحد 21 على كل الجنوب الغربي 27 درجة على الجنوب الشرقي كما إليزي برج الحواس عينة ميناس وحتى على منطقات جانات في عينة صالح نسججو 29 درجة 24 على أدرار 25 على 8 رأسات وآخرا عنا 30 درجة على أقصى الجنوب الجزائري إذن خلال ظاهرة الغد بإذن الله درجة الحرارة القصوى وكأعلى مقياس وتحت الضل إن شاء الله نسجو 43 درجة على منطقات عين قزام عنا 43 أيضا كأعلى مقياس على منطقات 8 رأسات 31 في تندوف 30 درجة في بن عباس 31 من جهة غرد هزفة نبريان وحتى المنيعات 32 درجة على بشار في وسط صحراء 37 درجة عندنا 31 من جهة ترغان أولف تمنطيت بولاية أدرار 40 درجة في إليزي 35 في جانت 36 على منطقات تلوحات في المناطق الشمالية إن شاء الله ستكون في المعدل الفصلية حين سجو ما بين 24 حتى 25 درجة على كل مدننا الهداب العليا بما فيها تبسا أيضا الأورايس ستيف باتنا بريكا جلف الأغواط تيارة النعمة وحتى البيض 21 درجة لكل المناطق الداخلية الغربية كما تسمسي لتسليب العباس غليزان مع سكر وحتى تيليمسان 23 درجة على كل من بوراق سنتين ميلة أيضا سقهراس وحتى على قلمة وأم البواقي 26 درجة على كل من القلة عن نابجي جيسكيك داو بجاية و 21 درجة أيضا نلقى على الجزائي العاصمة ودوحيها وأيضا على وهرا ودوحيها الميلة حوسط البحري رينا على الغد بإذن الله ريحة إن شاء الله سيكون نوعا ما من قليل الإتراب مطريب بهم السواحل الوسطى وحتى الغربية للوطن ريحتها إن شاء الله تكون باتجاه شمالي الشرقي على السواحل الغربية يكون إن شاء الله شمالية غربية إلى غربية على السواحل الوسطى وشرقية تماما إلى متغيرة الاتجاهات خلال ظاهرة تلغى بإذن الله على الزوحيل الشرقية للوطن رياح توم إن شاء الله توصل حتى 20 كم في ساعة من القلة حتى الجيجل من جيجل حتى التنس إن شاء الله رياح أو قوة الرياح توصل حتى 40 كم في ساعة أمام التنس حتى المرساب الميدية فقوة الرياح إن شاء الله راح تكون أو تتراح ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة كالعادة ختم نشراء الجوية لهذه الإله إن شاء الله بالمعلومات الفلاكية التي تهم الجسر العاصمة وضوحها لنا هالغد الجمعة سادي 8 مايه 2016 نقول لكم جمعة مباركة للجميع أيضا الشروق إن شاء الله رح يكون في حول 49 دقيقة بعد الخامسة صباحا عندكم الغروب أيضا على 47 دقيقة مساء أيضا عندكم المعلومات الالكترونية www.shurukonai.com صفحتنا على فيسبوك اللي حبيتواصل معنا اللي هي متى يوتي غير جسيس على شروق تيفي تبقى دائما في الخدمة لأكثر تفاصيل في كل ما يخص الجو وحتى البيئة ليلتكم سعيدة مشاهدين وفي أمان سعيدة مشاهدين وفي أمان